حايز اقول لكم حاجة تخص كهرباء جديدة الطلعة دي بقى جديدة خالص ركزوا معايا لان اللي هقوله لكم ده مش عند ولا اي حد في اي حتة خالص الزمالك بعد استفصال الاتحاد الدولي الآلي بعد استفصال الاتحاد القورة الاتحاد القورة بعد استفصال الاتحاد الدولي كل ده على قزمة مين؟ كهرباء انا كلمت النهاردة اطراف عديدة في كل حتة اتحاد المصري والاتحاد الدولي وهنا والمختصين وكل الناس اعادت تعمل النهاردة دراسة عن القص خدوا المفاجأة ليه محدش لسه رد ليه محدش لسه رد الحالة دي حالة قهرباء هي حالة جديدة من نحة في هذا الشأن ووارد ان هي تكون الحالة الاولى اللي بيحصل ايه قاف للسداد وما فيش سداد بيحصل ايقاف للسداد وما فيش سداد وده الرد الناس المختصة في الاتحاد الدولي ردوه عن الاتحاد المصري احنا بندرس وحنعمل لجنة ونبعتلكوا بس الحالة دي ما جتناش قبل كده ما دناش ايقاف قبل كده واللعب ما دفعش طيب اما سألت الناس بره بقى بره الدنيا ممكن تكون راحة على فين محدش الداني رد قاطع ولكن بنسبة كبيرة جدا 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 كهرباء حيلعب مباراة المصري قبا يعني كهرباء كده كان بيقول صح ايوه ايوه انا اتقالي الكلام ده النهاردة من مختصين في الاتحاد الدولي ان بنسبة كبيرة كهرباء حيلعب حيلعب مباراة المصري طيب حيلعب قد ايه حيلعب لحد الانتقالات القادمة او فترة انتقالات الزمالك مش هيقدر يشتكي تاني لا الحتة دي غلط الحتة دي غلط كهرباء حيلعب لحد ما الاتحاد الدولي يرد يرد الاتحاد الدولي بايه بقى هنا بقى كل سنة وانتوا طيبين هنا كل سنة وانتوا طيبين الكلام اللي انا بأكده لكم بأكده لكم تاني ان كهرباء بنسبة 90% حيلعب مباراة المصر وبنسبة 99% حيلعب الفترة اللي جاية لحد ما يكون فيه قرار طب هذا انتصار لكهرباء لا حتى الان حتى الان فيه مشكلة احنا عشان نبقى قولنا الكسة كلها كاملة اللي مستني كهرباء حيلعب حيلعب وحيلعب كهرباء استان باي امتى القرار حيطلع ولكن الازمة بقى الازمة ان الفلوس الفلوس اللي فضله فضله بفوايد فضله بفوايد الخوف ان يكون بعد شكوة الزمالك بعدم سداد كهرباء ان يحصل عقوبة عقوبة كبيرة ماديا بعد عدم الالتزام بالسداد بعد عدم الالتزام بالسداد طيب لازم كهرباء قبل يوم 11 يعمل ايه عشان يروح لمنطقة الامان خد اشتري مني مش هتلاقي عند اي حد الكلام ده ركز معايا سيب الموبايل اللي في ايدك كهرباء عليه النهاردة حوالي حاجة و 70 مليون 70 مليون 80 مليون لازم كهرباء قبل يوم 11 لازم كهرباء قبل يوم 11 ينقط اي حاجة عارفين في الفيلم قال له شاخلل علشان تعدي هو كده انا بقولكم الكلام اللي تقال لي لازم كهرباء ييجي يوم جاي بـ 20-30 مليون جنيه بعت الاتحاد الدولي انا عملت ايضاع بـ 20-30 مليون جنيه اظهرت حسن نيتي عندي مشكلة مع النادي اللي برا النادي اللي برا جزء معايا في المشكلة ولو في مشكلة مع النادي اللي برا قدي طلب تقسيط بس سالعب وانا ابدأت حسن النية هنا يبقى في الحديث حديث هنا يبقى في الحديث حديث الخوف الخوف والقلق الخوف والقلق ان كهرباء لو ما ورطش ولا مليم ولا مليم العقوبة ممكن تروح في منطقة ما يقدرش كهرباء يتفحها خلاص انا بدي له بقى كل النصائحة اوه انا قلت كل اللي قالوا لي من برا كل اللي قالوا من برا اللي مستني كهرباء يلعب حيلعب ولكن ولكن لو ما فيش اي حسن نية في الدفع كل سنة وانتو طيبين طيب